مرحبا بتمنى تكونوا بخير وينما كنتوا عم تسمع وطاقة حب بتمنى أنه كل الأشخاص اللي احتفلوا بعيد الميلاد بالأسبوع الماضي قدوا وقات حلوة ومباركة متل ما بيحبوا وكل حدا ما كان مرتاح أو ما قدر يحتفل أو كان موجوع أو متألم أو حزين أو بعيلة فيها مشاكل أو تحديات أو ديناميكيات غير صحية أو عم بيمر بمرحلة حداد اجتياء انفصال ضائقة مادية تحديات بالصحة النفسية أو بالصحة الجسدية عدم الرغبة بكل بساطة أنه يكون عم بيحتفل أو تكون عم تحتفل أو أنه يكونوا ضمن مجموعة أنتوا مش لحالكم يمكن صرت عايدة هيدا الجملة أو هالفكرة كتير بهيدا الشهر عم صر عليها يمكن بكل حلقة لأكون عم ذكر أنه مثل ما فيه رغبة وأهمية وضرورة للإحتفال والفرح والإشياء الحلوة بحياتنا كمانا مهم أنه وقتا نكون عم نمر بمرحلة مرنا كتير لطيفة بواجع بألم بحزن بأي شيء محسسنا أنه نحنا مش مرتحين أنه نعطي مساحة لهيدا الحزن أو لهيدا الألم نسمح لحالنا أنه نطلع مشاعرنا لبرا نسمح لحالنا نقول أنه نحنا مش بخير نطلب المساعدة يمكن نختار نكون بمجموعة تسمح لنا نكون حالنا بدون ما تظل عم تزعجنا بالأسئلة وبالحكي بتسمع لنا أو فيها تكون عم تعطينا هيك مساحة نكون نحنا موجودين ضمن بركة احتفالة معين أو طريقة عيدة معينة بس نكون نحنا هادين نكون رائعين مش حاسين بضغط مش حاسين بحدا بدوا يحكي معنا ويصيرنا كل الوقت أو يمكن حتى نكون عم نحاول حالنا بمجموعة قادرة ضلنا وين هو المكان الصحيح أن نكون نحنا عم نعبر عن عواطفنا عم نحكي عم نطلع الأشياء لمواجعتنا عم نحتضي لمشاعرنا بس لما نكون حاسين أنه نحنا لحالنا لأنه بعقلنا وقتا نكون نحنا كتير موجوعين شو ما كانت الحالة لمواجعتنا بس نكون كتير isolated أو مسكرين على حالنا عقلنا فيه يكون عم بيكبر الأشياء كتير 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 فمنحس بمرحلة أنه خلص هاي هي النهاية نحنا بمحل ما حدا عم بيفهمنا ما حدا عم بيسمعنا ما حدا رح يفهمنا هاي هي كأنه نهاية الدنيا بحياتنا أو بعقلنا بس لأنه راسنا بيميل أنه كتير أوقات يكبر الأشياء أكتر ما هي كبيرة مش معناتها أنه ما في حزن ما في وجع ما في قلم شو ما كان نوعه بس وقت نكون لحالنا أو ما عم نحكي بالإشياء عصوة عالي بتكون وطقة الإشياء أكبر وأكبر بس نحكي وننفس ونحس أنه في حالة بس عم بيسمعنا يمكن ما عنده الأجوبة أو ما عنده الأجوبة بس عم بيعطونا مساحة آمنة هيدا الشي بريحنا وبيخلينا نحس ونعرف أنه نحنا مش لحالنا بهيد الدنيا فهيدا السنة فيها تكون كانت كتير صعبة على كتير من الأشخاص بس إن شاء الله بكرة بيكون أحلى اليوم الثاني بيكون أحلى الشهر المقبل بيكون أحلى السنة الجاية بتكون أحسن فيها أمان أكتر فيها صحة أكتر فيها وفرة أكتر فيها تغيرات نحو الأفضل أو نحو الإشياء اللي بتكون هي مقدرة تكون لإلنا بهيدا التوقيت من السنة أو بهيدا التوقيت من حياتنا اليوم عم تطلع حلقة طاقة حب قبل آخر يوم من العام 2022 وبهيدا الفترة من السنة فيها تكون فترة لقلنا عم نطلع فيها على الإشياء الحلوة اللي صارت بحياتنا أو صارت بهيدا العام نقدر نكون عم نشوف أدى في إشياء حصلنا عليها أو حققناها أو تجسدت أو تجلت بحياتنا خلال هيدا السنة كانت من خمس سنين مجرد حلم أو كانت من سنة لورا مجرد حلم أو من قبل بفترة صغيرة كان شي نحنا عم نحلم نوصله أو نحققه بحياتنا ولينا أنه صارت واقع وصارت حقيقة بهيدا السنة فمهم أنه نعطي مساحة لحالنا أنه نطلع عليها بكل تفاصيلها ونبين إمتنان ونبين تقدير لهيدا الإشياء اللي قدرنا نسمح لها تفوت على حياتنا ونسمح لها تتجلى بحياتنا والعناية الإلهية تكون كمان عم مرفقتنا ليتجلى هيدا الشي بحياتنا بهيدا التوقيت فكمان نعطي مساحة بهالآخر نهارين من السنة أنه نقول أنه نحنا ممتنين ويكون عنا شكر من قلبنا وما ناخد ولا أي تفصيل بشكل مجاني أو فور جرانت بالحياة يمكن كمان بآخر يومين من السنة أو بكل هيدا الشهر المضى وآخر شهرين في كتير أشخاص كانوا عم بيطلعوا على إشياء وتحديات وجعتهم أو في كتير أشخاص كانت بداية السنة كتير منيحة نصف تاني من السنة ما كان منيح آخر السنة ما كان منيح في ناس بداية السنة ما كانت حلوة آخر السنة كانت أحلى كل حدا مننا فيكون عم يمروا بأشياء مختلفة مشان هيك ولا مرة فينا نحكم أنه السنة كانت سيئة بالمجمل أو سنة كانت كتير حلوة بالمجمل فينا نختار نطلع على الأشياء اللي تعلمنا منها الأشياء اللي كنا ممتنين لقلها لحظات السلام لحظات الفرح لحظات السعادة لحظات الاحتفال لحظات الإنجاز لحظات الصحة الصحة اللي عنا إياها لحظات اللي كنا مجموعين فيها مع الناس اللي منحبهم لحظات اللي حققنا فيه أي شيء كنا منحلم فيه ما ضروري عطول يكون تحقيق الأحلام أشياء مادية أوقات هيلينج عملنا أو تشافي معين أو تخلينا عن شيء كنا متماسكين فيه كل حياتنا شو ما كانت التفاصيل بحقلنا أنه نحتفل بهيدا الشي ونكون عنا أمتنان لهيدا الشي أوقات فيه قصص بلشت حلوة وانتهت بطريقة ما كانت كتير لطيفة أوقات فيه إشياء بلشت بطريقة ما أنا لطيفة بعدين فهمنا شو العبرة منا وقدرنا ننهيها بطريقة بتناسبنا أكتر وبتناسب وعينا وبتناسب خيرنا الأعلى فعلى طول وقت طبعا نطلع على السنة كيف مرت بدنا ناخد كل هيدا الإشياء بعين الاعتبار أو تقات نحن بحياتنا ضمن عائلة أو ضمن مجموعة كان فيه إشياء كتير حلوة بس بقى أفراد عائلتنا ما كان فيه إشياء حلوة بحياتهم لمرحلة معينة أو العكس صحيح كمان بدنا نكون عم نخلق مسيحات آمنة لبعض إنه ندعم بعض نسمع لبعض ما حل ما فينا نقدم دعم ما حل ما مش مطلوب مننا أو ما حدا نسألنا أو وجودنا عم بيزعج نعرف كيف نعمل step back أو خطوة لورا ما نكون عم نضيق بعدنا نكون عم نقدم الشيء اللي ممكن نحنا نساعد فيه مش أكتر ولا أقل إنه كل شيء بيزيد ما بيعد بيصير فيه ومبالغة وكل شيء أقل كمان بيدل إنه نحنا معنا اكتراث فإذا فيه أشخاص منحبهم وبيحبونا وفيه عشرة حلوة بيناتنا وفيه شيء بدنا نحافظ عليه فينا نلاقي الطريقة ما ندوم ما يكون هيدا الشيء عساب حالنا عساب صحتنا عساب وقتنا خاصة إذا كنا عم نحاول كل حياتنا إنه نقدم له المساعدة أو نقدم له الدعم أو نصيحة وقتا كانوا عم بيطلبوا وكل هالمحاولات ما قدرت تساعدهم لأنه هن بمرحلة يمكن بعد مش جاهزين 100% يتخلوا عن الشيء اللي عم بيوجعهم أو اللي عم بيقلمهم أو جاهزين يفوتوا بمرحلة التشافي أو جاهزين يطلعوا على الحياة من منظر آخر أوقات كتير منقول هيدا الشغلة أنا كتير فدتني خليني أنصح حدا من عائلتي من أصدقائي من الناس اللي بحبها فيها لهالطريقة لهالمشوار لهالمحل اللي رحت عملت فيه مساج لهالشالسة العلاج اللي عملتها لهالمطعم اللي رحت عليه فيون هنه يروحوا وما يحسوا بنفس الفرحة اللي نحنا حصيناها أو السلامة الداخلة أو أي إفادة نحنا استفدنا منها مش لأنه ما كان لازم ننصحهم أو لأنه عملنا شي غلط أو هنه غلط لأنه كل حدا مننا بيطلع على الحياة من perspective أو من منظار مختلف حسب كمانا شو جهوزية كل شخص يفرح بالإشياء أو يقدر الإشياء أو يتطلع ويشوفها أنه شغلات مبهجة في ناس فينا نحط كل الإشياء الحلوة قدامهم بالحياة وما يشوفوها قصص حلوة أو ما يكون عندهم ولا أي واحد بالمئة إمتنين فنحن ما فينا نضلنا عم نتحكم بكل العالم كيف بدنا إياهم يكونوا عم بيحتفلوا كيف بدنا إياهم يكونوا سعيدين كيف بدنا إياهم يتشافوا كيف بدنا ننقذون هيدا قصص بترجع لكل حدا وين بده يكون وين هو جاهز يكون وهيدا من أكتر الإشياء يمكن اللي أنا شخصيا أخد لوقت كتير لأتعلمه وكانت من التحديات الكبيرة لقلق بالـ 2022 كنت عم بتخلى عن هيدا الدور داخل عائلتي لأنه يمكن تخلات أني ألعب دور المنقذ بالعلاقات هيدا الشي اللي كنت أعمله كل حياتي لحد ما تعرفت على شريك حياتي وعلى زوجي ولكن بقى هيدا الشي عندي مثل كأنه موجود ومتجزر أكتر وعم مارسوا أكتر داخل عائلتي أو أهلي بد يكون عم بوفر أي شي ممكن لكونوا هن سعيدين ومرتحين ومبسوطين وعم بيحتفلوا بركي وقت مثل ما أنا بيحتفل أو عم بيشوفوا الأشياء مثل ما أنا عم بشوفها أو يحسوا فيها مثل ما أنا عم بحسها بعدين فهمت مع السنين ومع الأشهر ومع التشافي ومع الوعي ومع الإدراك أنه كل حدا مننا عنده منظار للحياة وكل حدا عنده قصة وكل حدا عنده وجع وكل حدا عنده حزن وكل حدا في طريقة متفاوتة بيقدر فيها يكون عم بيتخلى أو نوصل لهالحقيقة أو لهالإدراك بوعي نقدر بسهولة نقبل أنه نتخلى عن أدوار كتير عم نلعبها بحياتنا ونسمح للآخرين يكونوا حالهم ونسمح لحالنا نعيش حياتنا برجع بقول منقدم الدعم منقدم الحب بس أكتر ما منبالغ بالتقدير ما منبالغ بالتقدير ما منبالغ بأي شيء بالحياة لنكون نحنا مرتاحين ولما نكون بعدين عم نحس بأنه عملنا كل شيء كأنه نحنا المقصريين أو ما كان لازم نعمل هالأدو أو إحساس بالزنب أو إحساس بالكراهية أو أي شيء بتربيح الجميلة كل هول الأصص نحنا مش بحاجة لأنه بده يكون الدعم والحب بده يكونوا حقيقيين وغير مشروطين وبيرجع للشخص الآخر هو يختار شو ياخد وشو يترك خلال هيدا السنة في كتير أشخاص فيها تكون تركة شغلة أو تم تسريحة من وظيفتها أو من شغلة في ناس فأدت أشخاص من عائلتها أو من أصدقاء أو ناس بيحبوها في ناس فأدت جنين بمرحلة الحمل في ناس انفصلت في ناس خادت طلق في ناس خادت بريك أب مرحلة انفصال يعني كانوا هني خاطبين أو عم بيتعرفوا على بعض وقطعوا بمرحلة بريك أب كانت كتير مؤلمة في ناس فأدت حيوانات كانت عم بتربيها أو حيوان أليف كانوا عم بيربوها أو عم بيهتموا فيه في ناس كانت مأمنة بقضية بعدين اكتشفت أنه كان فيه ممكن كزبة كبيرة أو كان هن عم بيعملوا كل المجهود والناس المحاطين فيهم منهم حقيقيين فيه ناس تركت بلد بتحبه ونقلت ع بلد جديد فيه ناس تركت بيت بتحبه كتير راح يتعبات جديد أو اضطرت تترك بيت أو مساحة أو محل فيه كتير حنين اشياء صارت بهايد السنة فيه ناس اضطرت تتحط حدود أو قدرت تاخد خيار إنه وأخيرا أنا راح بلحط حدود لأشخاص عم يقلموني بحياتي عم بيتحدوا على الخصوصية تبعولي عم بيتعدوا على كتير اشياء خاصة بحياتي قدرت تاخد هيدا يكون عندها جرقة تقول لأ وترسم هيدا الخط فيه ناس رسمت خطوط لناس كانت عم تتلاعب فيها عاطفيا وتبتز عاطفيا كل حياتا أو آخر فترة من حياتا سو فيه ناس أنهت علاقات غير صحية شو ما كان الشي اللي مريته فيه بهيد السنة يمكن من القصص اللي ذكرته يمكن قصص فاتتني وما ذكرته فيه كمان أشخاص فينا نكون عم نطلع على هيدا الاشياء ونشوف شو العبرة منا شو علمتنا شو وجعتنا هاي الوجع اللي حسينا فيه سمحنا لحالنا نشعر فيه طلعناه كله قعدنا مع هيدا الوجع حكينا فيه استشرنا حدا فيه كون عم بيساعدنا أو بس حسينا فيه في الفترة وحطيناه على جنب عم نكفي حياتنا وحاسين بحزن عميق كتير مهم كمان نطلع ع هيدا الاشياء نشوف نحنا عم ننهيها عم نبعدنا بالنص طريق بحاجة بعد لوقت وإسوكي يكون نحنا بحاجة لوقت ما فيه شي مستعجلنا حتى لو نحنا عم ننهيها سنة مش معناتها لازم نخلص كل شي بصر على أنه عم ننقل عم ننقل على سنة تانية لأ بالعاكس ناخد كل الفترة اللي نحنا بحاجة لقلها لأنه هيدا شي صحي أكتر وأكتر كمانا مهم نطلع بالرغم كل الأوجاع اللي مرينا فيها شو ما كان الوجع اللي عم تمرق فيها لأ كمانا نطلع أنه مثل ما قلت بالبداية فيه أوقات فيه أشي ملنا حلوة بس كمانا فيه أشي كتير حلوة وصغيرة أو كبيرة كمانا مهم نطلع عليها بحياتنا يمكن فيه حب فيه ناس حبتنا بطريقة معينة فيه ناس قدمت لنا دعم معنا وعاطفة مادة فيه ناس ساعدتنا نلاقي وظيفة فيه ناس ساعدتنا نتأقلم ببلد جديد أو ضلتنا على محل جديد فينا نكون عم نعمل فيه علاقات اجتماعية فيه ناس ساعدتنا ما نروح نتعلم لغة جديدة فيه ناس سهلتنا نحصل على فيزا لبلد جديد نحن حابين نروح عليه أو ننقر عليه على طول فيه ناس غمرتنا كانت غمرتها كتير قوية كتير كان فيها حب واجت باللحظة اللي نحن عن جد بحاجة لقلة فيه ناس سمعتنا فيه ناس ساعدتنا بكل الطرق المتاحة أو بأقل طريقة يمكن بكلمة أو بشغلة كتير بسيطة بس كانت هايدي المساعدة كتير كبيرة ونتيجة أو تبعاتها كتير كبيرة فيه كتاب حلو فينا نكون قرينة فيه موسيقى حلوة اسمعناها فيه لحظة حلوة بفصل الخريف شفناها فيه لحظة حلوة لحظة المغيب كانت كتير حلوة كانت كتير جميلة بالنسبة لقلنا وحركت كتير اشياء جواتنا فيه جلسة عملناها نحن أوحدا وحكينا وفتفضنا وتصرحنا وطلعنا كتير اشياء كانت كتير مفيدة فيه جلسة علاج فينا نكون عملناها فيه طبخة حلوة حدا تبخرنا إياها أو نحن طبخناها لحدا فيه احتفال شو ما كان كبير أو صغير حفلة زفاف حدا من حبه كتير تزوج حدا أنجب فيه حيوان تبنينا فيه حيوان قربوا وعطانا شعور بالحنان وبالعطف شو ما كان الشي فيه ريحة حلوة شميناها فيه وردة حلوة طلعنا علي وعطتنا كتير اشياء لطيفة فيه بودكاست تسمعنا فيه برنامج يحضرنا حاولنا نطلع على هيدا الاشياء الكبيرة والصغيرة ونتذكر أنه ولا مرة فينا نكون عم نحكم أنه كل السنة كانت سيئة أو كل السنة كانت كلها فرح وتقلق كمان الحياة فيها هيك وفيها هيك نحن نتمنى على طول نعيش بسلام وبوفرة وبأمان وبخير بس أوقات فيه اشياء بتصير لتساعدنا نتعلم لتساعدنا نفهم كتير اشياء ولتساعدنا نتطلع جواتنا لتساعدنا نفهم مشاعرنا لأنه كتير أوقات من غض النظر عن كتير اشياء بتطر جسمنا يحكي معنا ويعطينا مثل هيك بوش لقدام أو دفع تطلعوا على حالكم هيدا المرض اللي عم بيطلع ليساعدنا نحب حالنا أكتر نسمع لجسمنا نعبر عن صوتنا الداخلي نحكي مع الطفل الداخلي اللي جواتنا نرجع لطاقتنا نوازن طاقت الأنوث والذكورة فينا نسمح لحالنا نتقلق نسمح لحالنا نشاع نشوف كيف نشتغلها حالنا نحس بالأمان نسامح حالنا نتخلق عن أدوار ما بقى بتفيدنا نتخلق ونتحرر من إشياء ومن أشخاص ما بقى تعلقنا فيهم عم بيفيدنا فكل هيدا الإشياء مهم أنه نكون إحنا بنهاية العام عم ناخد شوية وقت نطلع عليها ونكتبها ونفكر فيها حتى لو ما خلصتوها كلها اليوم أو بكرة فيكن أو بالوقت يمكن عم تسمعوا الحلقة فيها تكون قطعت ليلة راس السنة بالوقت اللي أنتو عم تسمعوا هالحلقة تاخدوا وقت تتطلعوا كل شي صار بالـ 2022 وتوازنوا شو الإشياء اللي أنتو ممتنين لقلها وفي شو الإشياء اللي عم تتعلموا مننا وشو الأوجاع اللي عم تساعدكم تفهموا أكتر عن حالكم لأنه هيدا شي ما بيوقف في محل معين كل يوم من ضلنا عم نتعلم ومثل ما عطول بقول حتى الإشياء اللي بتوجعنا حتى الأشخاص اللي بيفوتوا ع حياتنا بيواجعونا حتى الإشياء اللي فيها تكون غير عادلة بلاحظتنا مش قادرين نشوف الشي المنيح ورا هيدا الشي بس يمكن بعد فترة بعد سنة بعد سنتين بالشغل اللي بنعمل على حالنا بأنه نسمح لحالنا نعيش المشاعر رح نفهم أنه هالشغلة قوتنا يمكن أكتر خلتنا نطلع على الحياة بمنظار مختلف هالإشياء كانت أو هالأحداث أو هالأشخاص أو هالتغيرات اللي كانت بلاحظتها مؤلمة خلتنا نروح على محل أحسن بالحياة خلتنا نفهم حالنا أكتر كانوا هالأشخاص أو هالسيتيواشنز ماسنجرز أو رسل بحياتنا لنروح على المحل اللي مقدر يكون لقلنا فكتير مهم أنه ما نستعجل مش مطلوب هلأ أن نخلق إجابات لكل شيء بالحياة مش مطلوب من حدا هلأ عم بيتوجع نتيجة فراء أو نتيجة وفاة حدا بالعائلة أو نتيجة ترك شغل أو تركة شغل أو تغيير كتير جزر عم بيصير بلحظة الدينة كلها عم تحتفل ببداية سنة جديدة بس في ناس بهيدا اللحظة مش قاشعة مش قادرة تشوف وين الصح وين الغلط مش قادرة تميز كتير موجوعة بس بدا تبكي it's okay فينا نكون نحنا لو الدينة كلها عم تحتفل بس نحنا موجوعين نقدر نقول أنه نحنا موجوعين ما نخبي واجعنا ما نكون فيك ما نخفي أنه يلا لأنه صهري تراس السنة لازم يكون عم نضحك وعم نحتفل وكتير هايبر وكتير هاي بس لأنه لازم هيك نحنا منقر وين بدنا نكون وكيف بدنا نكون بما شعرنا قدين إحنا حقيقيين وبما شعرنا قدين إحنا صادقين لأنه كل ما نحنا عم نعيش بمراحل عم نكذب فيها حالنا عم نخفي مشاعرنا عم نخفي أوجاعنا عم نخبي كل شي تحت السجادة عم نخبي كل شي برفوف عم نحط القصص لورا ما نطلع عليها كل ما رح نضلنا عم نتقلم أكتر وأكتر إذا ما عم بيبين هيدا الشي هلا عم بيبين بعدين بصحتنا بجسمنا بطاقتنا بالوفرة بحياتنا بعلاقاتنا كل شي منهرب منه كل شي صرتوا بتعرفوا أكيد هيدا الشي من طاقت حب وممكن من غير طاقت حب إنه كل شي نحنا منهرب منه ومنخبيه ومنرفض نتطلع عليه رح يضلع بلحقنا كل حياتنا رح يرجع يطلع قدامنا بأشكال معين وبيق أشخاص معين اللي يقلنا بليز تطلعوا هيدا الشغلة بليز حبوا حالكم كفية بتكون تقبلوا تطلعوا هالمشاعر أو هالقصص المؤلمة اللي صارت طلعوا الحزن لبرة عيشوا الحزن عيشوا الغضب عيشوا الكره عيشوا شو ما كانت المشاعر اللي عم بتحسوها من جوا يمكن أوقات مشاعر ما منكون براود مننا أو منكون فخورين مننا بس هي عم نحسها بدنا نطلعها لنكون عم نرتاح ما نحس إنه نحنا غلط إذا عنا شعور بالعار ما نحس إنه نحنا غلط إذا عنا شعور غضب كتير كبير أو شعور كراهية أوقات كتير كبيرة الأحسن بيكون إنه نقعد ونسأل حالنا من وين جاي كل هالمشاعر وش اللي عم بيضل يعملها تريجر وش اللي عم بيطلع على برة لنسمح لحالنا نكون أكتر مرتاحين مع حالنا ويمكن بها الفترة نفهم جزء من الخبرية بعد فترة نفهم الجزء الآخر كمان ما نكون قاسين على حالنا إنه مع أساس أنا شفيت حالي وشفيت هيدا تريجر أو شفيت هالشغلة أوقات في كتير إشي بترجع بيكون بعد في جزء منه بعد في الصورة كلها ما اكتملت فكل شي عم بيصير بحياتنا عم بيساعدنا نشوف الصورة الأكبر بلحظة معينة نحن موجوعين فيها يمكن ما نشوف الصورة الأكبر بس نهدى ونروه ونتنفس ونسمح للإشي بتاخد وقتها ما نستعجلة نقبل نطلع عليها نكون رقوفين مع حالنا نحن عم نطلع عليها ما نحكم مع حالنا نحن عم نطلع عليها كل ما الإشي بتاخد مجراها الحقيقة ومجراها الصحيح لتكون عم تتحرر مننا ولتكون عم تطلع مننا لنكون نحن مرتحين بكل النقاط أو بكل الجواني بحياتنا فشو ما كانت الإشي اللي عم منمر فيها أو مرينا فيها كتير مهم نعرف ونتذكر إنه نحن وإرنات أور بين نحن مش القلم اللي نحن عم نشعر فيه الإشي مش عم بتصير لتكون عم بتعاقبنا أو لأنه نحن أشخاص مش مناح في شي بركة لازم نفهم ولازم نصحح ولازم نعيد النظر فيه بالحياة هيدا الألم هو شي عم بيصير بواقعنا ونحن قدرين نغير وقعنا بأنه نفهم شو مخبه وراء هيدا الألم لا يطلع ليش طلع بهيدا التوقيت بيشبه شو بحياتنا ونقبل نعمل هالجلسة المصارحة بيننا وبين هيدا الألم ومثل ما عطول بقول ما نخجل وما نتردد أنه نطلب مساعدة والمساعدة تكون من اختصاصيين فيونا عن جد يكونوا عم بيساعدونا وعن جد عم بيخلونا نقري نشوف الصورة الأكبر ولا كل شي نحن عم نقطع فيه شو ما كان بسيط أو صغير أو كبير أو قد في ناس فيها تقلكن ما أنا قطعت بطلاء ومش الحال نوجعت كم فترة بعدين مش الحال ولا مرة فينا يكون عم نقارن بعضنا حتى لو توقم عم بعيشوا نفس القصة ما فيوني يكونوا عم بيقارنوا لأنه كل حدم منا عنده طريقة الوجع مختلفة عنده طريقة التعاطي مع الأشياء مختلفة النظرة للأشياء فيها تكون مختلفة المشاعر الحزن فيها تكون كيف منحس فيها بقلبنا أو بجسمنا فيها تكون متشابها بس واترتها ودقتها وكيف جسمنا بيحس فيها فيه ناس بتقول أنه أنا كنت عم بحس مثلك أو عم بحس مثلك أو بفهمك بوجعك بفهمك بوجعك صح لأنه نحنا بشر ومقدر نفهم شو يعني فيه شي وجعنا أو بكينا أو زعلنا أو فرحنا بس ولا مرة فينا نقارن أنه أنا طلعت من هالشي بسرعة أو بأقل أو قدرت انسى بسرعة أو قدرت انسى بفترة أقل فيه ناس ممكن تعتبر أنه الحكة كتير سهل بس التطبيق صعب التطبيق مش صعب التطبيق فيه تحدي أكبر لأنه نحنا عم نختار نقعد لوجه وجها لوجه مقابل أو جاعنا أو ألامنا أو الشي اللي مش مخلينا نكون مرتاحين بالحياة شو ما كان هيدا الشي على المستوى النفسي العاطفة الجسد الصحي الاجتماعي يونايمت يعني شو ما كان هيدا الشي فيه هو فيه تحدي بحد ذاته وننقبل مثل كأنه نحن عم حطين رحنا نعمل ديت أو رحنا نعمل مواجهة أو كلوجر مع شخص كان عم بيسبب لنا كل هيدا الأشياء أو نحن عنا مسؤولية إنه به هيدا العلاقة تسببت هيدا الأشياء عم نقعد ونعمل جلسة مسارحة فهيدا الشي أكيد فيه تحدي لأنه ما حدا مننا بيحب يقعد مع هيدا الأوجاع الأسهل عطول إنه نخبيها لأنه تعلمنا وتعودنا كل حياتنا إنه نخبي الأشياء ما نعبر عنها ما علمونا مثل ما عطول بقول إنه نحن كيف نحكي مع عواطفنا كيف نشعر بعواطفنا كيف نقبل إنه ما علي نكون موجوعين على طول لازم نكون مناح لازم نكون حلمين لازم نكون بالأحسن شكل ممكن لازم نكون بي بوزيتف كل الوقت هيدا الموضية البوزيتف كل الوقت لازم نكون عم نضحك كل الوقت كمان كل هالليبلز أو القصص النمطية أو العنوين النمطية اللي بتنحط على الإشياء أو على المشاعر أو على الأشخاص كمان بتخلي كتير أشخاص يخافوا عبروا عن حالهم أو يخافوا يقولوا إنه منهم مني خاصة بها المرحلة من السنة إنه لأ أنا بدي يكون مني منيحة والناس كلها عم تحتفل هلأ شو رح يقولوا عني رح يكون أنا لكأن بارتي بوبر ما علي فيه اعتذر إن روح على هيد الحفلة أو ما كون أو خبرون إنه أنا مني عبكون بارتي بوبر فيكن تظهر وتتسلوا بس أنا بحاجة إن أكون لحالي لأنه مني مرتاح أو مني مرتاح بفضل هالسنة احتفل بطريقة مختلفة بفضل إنه أكتر أقعد مع حالي يمكن أعطي حالي مساحة وإرجاع نضم له لكم ويمكن هيك ويمكن هيك فنحنا نعطي الجواب اللي نحنا منرتح له بمصدقية نكون نحنا الجواب اللي بريح إحنا قلنا مش اللي بريح للآخرين أكيد مش هيكون هيدا الشي أنانة ومش هيكون هيدا الشي مزعجة للآخرين إذا نحنا عم نقوله بمصدقية مش عم نقوله لن نتلاعب للآخرين أو لناخد شفقة منهم أو لنكون نحنا اللي بدنا نخرب بفرحة الآخرين فينا نتمنى لو نكونوا هنة عم بيكونوا ساعدين جدا وعن جد نفرح لهم من قلبنا بس نقول لحالنا على أدفرحة هنة بس أنا اليوم مني منيحة أو مني منيحة بفضل كون بمكان آخر يعني كل حدا عنده طريقة بيقدر يلاقي حاله فيها أو حالة فيها وين هنة بدوا يكونوا بلحظة هنة مش مرتحين فيه يكونوا بالطبيعة فيه يكونوا مع الأرض فيه يكونوا مع حدا بيقدر يسمع لهم فيه يكونوا مع عند المعالج اللي عم بيعملوا جلسة بآخر سنة عند المعالج اللي هنة بيشتغلوا معه بتكون هايدي طريقة للاحتفال فيه يقعدوا يكتبوا فيه يقعدوا يبكوا فيه يخدوا جلسة مساجة تكون عم بتريحهم كل حدا فيه ناس بترسم فيه ناس بتسمع موسيقى فيه ناس بتلعب موسيقى فيه ناس بتقعد بس بحاجة تقعدوا بتكنكن يمكن تحط موفي تحضروا يمكن ما تحضروا يمكن تنام فينا تنور ملاعيز وفينا نبلش نسمح للإشياء تكون طبيعية متل ما نحنا بدنا مش متل ما المجتمع بيضغط علينا وبيفرض علينا لازم هيك بها المناسبة لازم هيك بهيدا العيد إذا ما صار هيك بنكون نحنا غير العالم ما نحنا مش مطلوب نكون كلنا متل بعضنا كل حدا عنده فرديته بيفرحه وبيقلمه فبس نسمح لحالنا نعيش فرديتنا ونعبر ونكون صادقين ومحل ما بحاجة نطلب مساعدة نطلب مساعدة كل ما القصص بتكون أريح لألنا وأريح للآخرين حتى الآخرين ما يكونوا هني كمان بمحل عم بيحسوا بالزنب أو أنه نحنا عم نفرح وغيرنا ما هو عم بيفرح كمان هيدا بترجع لكل شخص هو شو عم بيحس وقدي فيه تريجرز بالعيال أو بين الأصحاب أو بين الأفراد فلنكون نحنا مرايحين حالنا ومرايحين البقية نعبر بصدق علي نحنا شو تمنياتنا وشو منفضل نكون عم نعمل بهالفترة من السنة أو يمكن بأي أحتي في الآخر مش بضرورة بس بآخر السنة كل ما نحنا عن جد الكل بيكون مرتاح بس يكون فيه لحظة الصدق نحنا عم نعبر عنه في كتير ناس بتسألنا كيف بتدت رحلة التشافي والإدراك عندي والوعي وكيف وصلت لهيد المرحلة أني كون أنا مرتاحة مع كتير إشي وعم بنصر له بطريقة مضغتلفة وعم بنكون أكتر بسلام مع حالي هي بتدت من حوالي 11 سنة بلايلة راس السنة بالـ 2011 بـ 31 12-2011 أكيد الحياة كانت قبل هيك عم بتحضرني لكتير إشي إذا هلأ برجع بتطلع علي أو وقتها كنت عم بنتبلش انتبه على الإشي كيف كانت عم تركب البوزل بحياتي ما في شي كان عم بيصير عن عبث يعني حتى وقتها خلصت التخرج طبعولي قبل ما أتخرج كان لازم أعمل استاش أو ترينيج أو فترة تدريبية أو كمل ساعات معين قبل ما أخد الشهادة بالترجمة الجريدة أو الصحيفة اللي كنت عم بعمل فيها ترينيج أو تدريب أو استاج لكنا عم ترجم عدد ساعات معينة كل المقالات اللي كانت عم تصلي اللي أنا كنا عم ترجمة خاصة بالـ بعدة أنواع من الـ أو العلاجات بالطاقة بفترة كان شوي متعب لإلي الموضوع لأنه تلاقي العبارات بالعربة كان شوي صعب علي مش عن عبس بعدين صرت أنا عم بعم البودكاست بالعربة عم بحكي فيها عن هيدا الأشياء كلها هيدا الشي عم بحكيكم بالـ 2002 بس وقتا كنت عم بقراهن وتعمق فيهم كنت عم بستمتع يعني كنت عم بلاقي تحدي كان عندي تحدي لقي الكلمات أو العبارات أو الترجمة الصحيحة والدقيقة باللغة العربية بس كنت عم بحس واو شو هالشي اللي كتير حلو شو هالشي إنه فيه هيك قصص بالحياة ومن بعدها يمكن نسيت الموضوع بعدها صار فيه اتعرف على ناس يعطوني كتب أقراها هيك مثلا نكون عم بحضر مسرحية مع حدا أو شي يعطوني كتب لأقراها خاصة بالطاقة خاصة بالهيلين كتب خاصة بقوشو كتب مختلفة بكل اللغة يعني بين الفرنسا والعربة والإنجليزي أقراها تعني لي تحكي لي إشياجواتي وإرجع حطها على جنب يمكن كان جسمي عم بي عقلي عم بيخزنها كل شي كان عم بيصير إذا بدأت طلع عليه بين الألفان واثنين والألفان وحداش كان عم بيحضر ناس عم بتفيلمن حياتي ناس عم بتفوت على حياتي مواقف معينة أنماط عم تتكرر كنت عم بعمل فترة علاج نفسي كتير طويلة عم بفهم قصاص عم صحح إشياء بس ما كان في بعد هالنضج اللي اكتسبته من بعد الألفان وحداش لأنه بكل بساطة مش لأنه فشل العلاجة لنفسي اللي عملته بالعكس ساعدني كتير ومش لأنه كل هالإشياء اللي فاتت على حياتي أو الكتب أو الناس اللي دلوني على أفلام أحضرها وقصص أنا عمق معرفتي فيها كلها بعدين رجعت الفهم بس بلاحظتها كان يمكن بس بحاجة راها أو شوفها أو اسمعها أو احكي فيها وخزنها بعدين عاطت مفعولها بعدين عاطت نتيجتها وهيدا الشي اللي بيكون هيك الشقة الطبيعية والحقيقة للإشياء أنه ناخد القصص على مهل وبروية مش نستعجل الإشياء أنا قريت كتاب خلص صحات شفيت عملت هيلنج وفهمت كل شي عن حياتي بنرجع بعد شهر بنعمل خبصة تانية كل شي كان عم بياخد وقته وعم بيترسخ وعم بيتخزن عندي وبيشغلة بين 2009 و2011 تعرفت على الريكي لأنه اللي سامح هالأبطاءة حب قبل بيعرف أنه كنت عم بصور عن الريكي وهيكي اكتشفت الريكي والعلاج بالريكي والعلاج بالطاقة وكان عند الحشرية روح جرب هيدا الشي لأنه نحن عم نصور اختبرت شعور كتير قوي وكان هيدا إذا بد تكون المفتاح لهيكي الحياة قلت لي أو العناية الإلهية أو كل الملائك اللي ادخلوا تفضلي على الساحة أو تفضلي على المسرح وبلشي شوف كيف بديك تطلع على حالك وعلى الحياة وتوعي لشو انت جاي تعملي بهذا الدنيا وتوعي لحقيقتك انت ولروحك انت ولشو مقدرلك يكون بهيدا الحياة بس طبعا بجلسة واحدة لأ بجلستين لأ بعشرة لأ كان في جلسات كتير كان في استثمار الرائط أنا كنت عم بعمله لو أوقات كنت عم بكون over budget على قد السالري أو الراتب اللي كنت عم بياخده بفترتها بيشغلي وبيوظيفتك كنت عطول عم بتقصد إنه في جزء بدي يروح متما كان عم بيروح العلاج النفسي هلأ بديروح هيدا الاشياء وين في ورشات عمل عن هيدا الموضوع وين في محاضرات وين في قصص فيه شوفها online أو بالبلد اللي أنا فيه كنت عم بروح عليها وكنت عم بتعلم منها وعم بسمع وين في كتب أصلا صارت الكتب عم توصل لعندي هيك من كل حد بنوصوب يعني صار في ناس عم بتفوت على حياتي كلها خاصة بعالم الوعي وعالم الطاقة أو عالم الإدراك بس هيدا كله كان عم بيمشي على مهله كنت عم بتحضر اللحظة القوية 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 اللي هي منسميها The Dark Night of the Soul أو هالليل المظلم للروح هي كانت بـ 31-12-2011 والأساسا كل اللي بيعرفوا بعالم الطاقة والوعي والإدراك بيعرفوا أنه كمان بعام 2012 كانت سنة 2012 سنة تغييرية كانت الناس متوقع أنه هيدا نهاية العالم هي كانت نهاية إذا بدكن عالم قديم أو نظرتنا للعالم بطريقة مختلفة كان فيه وعي عم بيوع عند كتير من العالم نقبل نشوف الحقيقة نقبل نشوف البرمجات نقبل نشوف عن جد الروح شو بدا قدي فيه قصص حولينا وهمية قدي فيه قصص كازي بقدي قصص فيها فساد قدي فيه قصص عم تتلاعب فينا قدي فيه برمجات عم بتفوت على عقلنا اللواعي وتكون هي عم تتحكم فينا كانت السنة إذا بدكن اللي سقط فيها القناع أو هالفيل أو هالشي اللي محطوط على عيوننا في كتير أشخاص اختبروه بال2012 وبلش يقشط شوي شوي ليبلش يشوفوا الحقيقة كمانا شوي شوي فأنا قبل بنهار بـ 31 بـ 3012 كانت سهراني مع شخص كنا على علاقة بس كانت العلاقة مانا كتير كان فيها توتر مانا كتير يعني علاقة جميلة أو فيها هيك مانا علاقة لطيفة إذا بها تكون بس أنا كنت فيها لأنه كنت فيها بتذكر أنه كنا بمكان وفي حدا من الأشخاص يعني سهراني أنا معه في مجموعة أشخاص قاعدين أنا كليل رأت حاسة أنه أنا شو عم بعمل هوني أنا ما بنتمي لهالمحل ولا بنتمي لهيدا الشخص ولا ولا أنا سعيدة معه ليه أنا عم بعمل بحالي هيك ليه ما عم بقدر هلأ أحمل حالي أطلب تاكسي وفلي ما عم بقدر أعمل هيدا الشي مثل كأنه فيش صوت عم بيشدني وقاعدني على الكرسي في صوت عم بيشدني بيقول لي قومي قومي هلأ فلي بس ما كنت عم بقدر بيوصل شاب بيقول له وين سهرانين بكرة عراس السنة قال له مش عارف بعد ما قررنا قال له معك صابية هالقدة حلوة وهالقدة زكية وعم نحكي كل الصهرة وبعد مش عارف وين بدك تعزم وتروح وتصهره إنه ليه بدك تكون هالقدة مردد بهيدا اللحظة اللي قال له فيها هيدا الجملة مثل كأنه في شيء أوفى وعي براسي بدماغي ضوء كله سوا وحسيت أنا شو عم بعمل هون أنا شو عم بعمل معه له هيدا الشخص هو ما جاوب بكل بساطة ما جاوب بعدين غادرنا المكان ورحت على البيت وصلني على بيتي وتاني يوم كان عندي حلقة بالتيفي بالبرنامج اللي بشتغل فيه كان في حفلة يعني حلقة احتفال براس السنة الميلادية وكنت أنا بهيدا نهار يعني الحلقة أكيد تسجلت خلال نهار عاملة ميك أب عاملين كتير بحبه كنت حاسة حالة كتير جميلة وكتير متقلقة وكتير الأصاص الحلوة فيها تحس أي أنثة عم تهتم بحالة كانت لي هيك خضة قوية في يبان في شي سعيد وفي شي منه سعيد رجعت على البيت عملنا الحلقة الحلقة كانت كتير حلبة رجعت على البيت كان بدي أرتاح ونام شوي لأنه مبلش نهار كتير بكير هو خلال نهار كله محا كانة نحن مفروض إذا رايحين نصهر إلي ثلاث سنة حدا بيكون مخبر شركة حياته أو حبيبته أو اللي هو أو اللي هي هني وين رايحين فما بسمع منه أبدا ولا أي اتصال ولا أي شي بنام أنا فترة بعض الضهر بوعى بلاقي أنه منه متصل فيه بتصل فيه بيقلي أنه أنا رح كون صهران مع الشباب الليلة من دون أي اعتزار من دون أي شي بحس بفقسة كتير قوية بحس بخيبة أمل كتير كبيرة قلت له أوكي سكرت الخط وكره دموعي أول واحدة يمكن كنت عم ببكي فيها مثل أي ردي تفعل أي إنسان أنه اليوم أنا حاسي حالة كتير حلوة ومضبطة حالة وشعراتي ووجة والميكاك وفستاني أول ردي تفعل بديهية بتنحس فيها كل حدا مش تخيفين إذا فكرنا بهالطريقة أنه ما رح يكون عم بيشوفني ما رح يكون إحنا عم نصهر سوا أعادت بتذكر هيكي على تختي وبعدين صار عم تيجيني موجات دموع كتير قوية البكي اللي كنت عم ببكي تحول مش لأنه هو لا اعتذر ولا عزمني ولا رح أصهر معه ولا رح الميكاك طب أقولي وراح والشعرات وتغير كل شي صار أكتر بكاء كتير قوي من قلبي من جو وكأن شلت قلبي وحطيته قدامي كل الأوجاع كل الألام الجسدية النفسية العاطفية كل خيبات الأمل مثل كأنه كل الشادوس طب ولكل الأجزاء المظلمة بحياتي كل شي موجعنا وليهن كانوا كتير كتير مثل كأنه فجأة فاشوا 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 كلهم على السطح وصرت عم ببكي وعم بأجهج بالبكي بشكل مش طبيعة نام رجعوا على إحالي عم ببكي وبدي أصهر مع أهل يتراس السنة بس أنا من قادرة أصلا وجي قد مبكيت صار مبجبج وفجأة صارت عم تيجيني مشاعر غضب مع مشاعر خوف مع مشاعر انعدام أمان دقات قلب قوية تصلت بصديقت لأنه ما كان العين اتصل بالمعالج اللي بروح لعنده لأنه ليلة راس السنة بعد فيه كان ممكنش ساعتين للاحتفال بليلة راس السنة كانت بيتوني صديقته وراحة تصار هي ليلة راس السنة قالت وقفت سيارتها على الطريقة قالت لميراي عم تعملي awakening عم توعي فصارت هي عم بتهدينه عم تقول لي كيف اتنفس وكيف رو قالت لي ما تخاف هي it's not about him it's not قال لي أنا عارف مني عم ببكي كرماله في شي كتير قوي أنا مني قده عم بيصير معي هي تقول لي انت عم توعي وصرت عم بتذكر قبل بفترة كتير اشي أنا قريتها وكتير اشي سمعتها وكتير اشي شفتها خاصة بهالموضوع كيف بتصير هيد اللحظة بس ما كتير عم بقدر اعمل كونترول ما بعرف كيف هديت حالي غسلت وجي تعشيت مع أهلي بس أنا عم ماني مرتاحة بتذكر انه الكل كان عم بيرحب بالسنة الجديدة مبسوط وصعيد وعم بيزمر وانا كلها الفرحة تبع الساعة 12 منتصف الليل بس أنا بعالم تاني تماما كأني مش على الأرض مش على الكوكب بمحال تاني تماما من بعدها اتصل فيه بعد شي ساعة ساعتين ليعيدني انه كل عام وانت بخير بعد فترة لحالي لش رديت عليه أصلا بس هلا بفهم لي رديت عليه وسمحت حالي لي رديت عليه وحتى لرجعت شفته شوي بليلتها وتاني يوم رجعت شفته بس تاني يوم وعيد انسانة تانية وعيد كأنه في نور قوي يعني الضو اللي موجود برا الضو اللي عطيته الشمس عم بشوفه بطريقة مختلفة عم بشوفه أقوى بكتير وعيد صرت ماشي عالطريق حاسي حالي فلوتينج حاسي حالي عم بفوش طايفة أنا مش أنا عم بتطلع عم بشوف العالم عن جد مثل كأنه كان فيه كناح والعيوني وقشط عم بشوف العالم بمنظر آخر عم بشوف ما عم بحس حالي على الأرض كأنه أنا طايرة من فوق عم بتطلع بالدني كله مش إنه أنا أعلى من العالم بس كل شي صار مختلف ريحة الإشياء صارت مختلفة طعمة الإشياء صارت مختلفة كل شي صرت عم بشوفه بمنظر آخر نطرت يوم يومين انسلت على شارع الحمرة ببيروت لأكتر أوقات بقضي فيه أو بمقاهي معين بقعد فيه بعد شغلي كل شي صرت عم بشوفه مختلف كل شي كل شي حتى هيدا الشخص بس شفته حسات إنه مش قادرة بقى أقربه وقف حده حتى أصحابه حتى أيا صار عندي حساسيات مختلفة بجسمي ما بقى فيه أشياء فيه اتحمله بس اتصلت بعد العيد بالمعالج اللي كنت أعمل عندها ريكي قلت لي بعت لها مسج قلت لي ميراي متل كأنه مبروك انت وعيدة ومش انت وحدك حسيت بهيدا الشي بهيدا الليل فيه كتير أشخاص فيه ناس عم بتضوخ فيه ناس صار مع قصص جسدية فيه ناس رحت على المستشفى فيه لحظة كتير قوية صارت فتح فيها الوعي عنديك وهلأ انت بمرحلة تختار تكون كيف عم تهتم بحالك وبعدها رحت عملت ريكي عندها وكانوا جلسات صرت عم بحس بالريكي بطريقة مختلفة أكتر صرت عم بلش حس بجسمي بالشاكراز عندي بطريقة مختلفة متل كأنه كل الاشياء اللي قريتها من عشر سنين اللي سمعتها اللي شفتها الحكة اللي كانت تقل لي كله صار عنده معنى تاني لأنه بلشت أنا ركب الاشياء أنا قطع البازل حد بعضها وقلت لحالي انه كان عندي امتنان كتير قوي بس كمان كان فيه قلم كتير قوي لأنه كل هالاشياء اللي بلشت تفوش وتطلع على الواجهة كان لازم أنا اخد القرار اني واجهها ما بقى في مجال اني اهرب منها هون بلشت الوعي او مرحلة او رحلة الوعي يمكن بلشت بال2002 بس فعليا بلشت ببداية 2012 وقلت لحالي انه صار الوقت اقعد مع حالي وفلت من لبنان وكنت طالبة انه اصلا من الكون بالسنة الجديدة انه انا ما بدي كون بقى هون تعبت اني كون هون ولأ اشتغل على حالي بدي كون لحالي وهيدا اللي صار سفرت ع قطر عشت فترة طويلة لحالي وهي هي السنة اللي بلشت افهم كتير اشي وصفص في الاحداث حتى بعضها وافهم كتير انماط بحياتي وافهم كتير اوجاع بدكنت قلولي كانت لحظات كلها حلوة لا في لحظات كنت اظهر فيها من الجلسات كتير سعيدة مبسوطة ومرتاحة وفاهمة ومتنة قدية عم بفهم اشي بالحياة في لحظات كنت عم بققرأ كتب وحس بفرح بأفوريا كتير قوية قدية عم بفهم اشي وقدية عم بوع على اشي بالحياة وقدية في قصص كنت انا وطفلة عم بسألة وعم بترحها وعم بتطلع له بهيد الطريقة بس كله وسكتها وتسكت عندي هلأ صار الوقت اني افهمه بس بلحظات كتير كان فيها قلم وحزن ووجع وبكي واوقات كنت حس بحب كتير كبير بامتنين كتير كبير واوقات كنت حس بغضب كتير كبير واوقات كنت حس بحب للذات كتير حلو واوقات حس بشعور بالعار كتير كبير كانت طلعات ونزلت واستمرت طلعات ونزلت لحد ما انا تعلمت الريكي وانا صرت اعمل ريكي عحالي واكتر فت عحالي من جو بس هل خلصت الرحلة هون لا ما خلصت لانه هي ما بتخلص ما تخلوا حدا يضحك عليكم وقالكم انه انا صرت هيلر او من 3-4 جلسات بتخلصوا او من 20 جلسة بتخلصوا ما فينا نحط تايم لايم ما فينا نحط وقت بتخلص الاشياء هيك او اشياء قديمة جاي معنا عم نشفي اشياء متواردة من اهلنا واهايلي اهلنا عم نطلع على قصص على تروما موجودة بحياتنا بقصتنا نحنا وعن تروما موجودة باللواعي الجماعي عم نطلع على قصص اوقات ممكن كانت كتير صغيرة ووجعتنا نحنا وصغار وما التفتنا عليها وعم نطلع على قصص كتير كبيرة ووجعتنا وكمان ما تجرأنا نلتفت عليها فالعلاج او الهيلنج محجرة بيدنا كريستل ويلا نحنا عم نشفى مش صوروني انا عم بعمل وانا صرت الهيلر مش بروح على طريق معينة وبعمل تأمل وبتنفس وبحط صورة على السوشال ميديا انا صرت هلا عم بشفى وهلي حلمين اللي بدوا يعملهم بس القصص اعمق من هيك بكتير مهم كتير انه نفرج الاشخاص ونعلم الاشخاص لكل حدا عنده مسئولية كهيلر او كحدا مرأ بهيد المرحلة بحياته انه القصص مش كلها باكراوند حلو على انستغرام وفيديوهات حلوة من نزلها نحنا ع السوشال ميديا فيه اوجاع كتير من مر فيها مننزل فيها لتحت لتحت على القاع طبعا مشاعرنا منبكي كتير مننوجع كتير منحس بمشاعر اوقات كتير بشعة منكره حالنا منخجل بحالنا منلوم حالنا منجلط حالنا بس هيدا جزء من الاشياء اللي عم بتساعدنا ننفض الغبار عن اشياء كتير قديمة من موجعتنا ومخبينا بمحلات كتير دافينة عم ننفضها هلأ ونحطها قدامنا ونتطلع عليها برقفة وبحب وبرحمة الهيلينغ هو نقبل انه هي مراحل انه نكون رقوفين مع حالنا نكون رحمين ونقبل اليوم حاسين بامتنان نعيش الامتنان اليوم حاسين بغضب نعيش الغضب نفهم من وين جاية هيدا الغضب اليوم حاسين بكراهية اليوم حاسين بعار بذنب اليوم حاسين بفرح بسعادة بلحظ التقلق شو ما كانت الاشياء نسمح لحلنا نكون حقيقيين ونكون عم نعيشها هيدا اللي بيخلينا نمشي برحلة التشافة بشكل صحي وبشكل سليم مش لا ندعي شي منه حقيقي ولا نحط صور بالواجهة ولا نتكل على بخور أو على حجرة أو على شمعة هني يكونوا عم بيشفونا مثل ما قالت بحلقات سابقة فينا كنا عم نستخدمون اللي يساعدونا بس لا تخلوا حدا يلعب لكم بعقلكون بهيدا الاشياء ولا تخلوا انتوا كمانا تفوتوا بهالوهم انه بس الهيلنج هو بهيدا الاشياء رحلة التشافة خلتني حتى بالـ 2012 فهمت انه انا لكنت عم ترجم كتير مقالات عن المواد الكيميائية الموجودة بالمستحضرات التجميل عن البرابان أو غير البرابان البرابان ما هو شيء بالقصص التان اللي بيحطونا إياها بالأكل وبالشرب وبالشياء المستخدمة هيدا السنة اللي كانت فيها بلشت اتخلى عن كل هالاشياء استعمل الاشياء الطبيعية ارجع للأرض هيدا السنة اللي غيرت فيها نظام الغذائي هيدا السنة اللي اتخلت فيها عن أكل اللحوم هيدا السنة اللي غيرت كتير اشي بحياتي وبلجت اقول انه انا I matter وجوده الو اهمية بهيد الحياة في اوقات كنت انسى هيدا الشي ما بخفى عليكن وما بكذب عليكن وفي اوقات كنت ارجع خبس بلاحظات انسى ادي انا مهمة وانسى ادي انا قيمة الذاتية مهمة وارجع اسمح لحالي يكون بمجموعة منا كتير لطيفة بس بعدين انا كنت عم بفهم انه كمان وقتا كنت عم بحط نية انه انا بديت خلص من pattern او نمط معين كانت عم ارجع ان وجد بهالمجموعات او مع هيد الناس لشوف ادي انا بعدني جاهزة اني اتخلص او اتحرر من هيدا الشي او بعد في جزء مني بده يبقى هونيك فمنقطع بكتير اشي منلوم حالنا منقص على حالنا حتى ومتل موقتا نقول انه انا ما بقى بدي اكل هيدا النوع من الاكل ونلاقي حالنا بعد فترة انه اوكي مرقنا هيدا النوع من الاكل بس وجعلنا جسمنا ازلنا معدتنا ازلنا بشرتنا فينا نوصل لمرحلة نقول انه خلص يمكن اكلت من هالاكل كتير كل حياتي استعملت من هيدا الشي كتير كل حياتي صار الوقت انه انا حط حالي اولوية وصحتي وبشرت وشعراتي وجسمي وصحتي الداخلية والخارجية اولوية واهمية انا مثلا هيدا السنة على كريسمس كنت قبل عارفة انه عندي حساسيات على كتير اشي ما فيه اكلها كنت قبل قل انه ما علي رح اسمح لحالي اكل هاي الشغلة رح اسمح لحالي اشرب من هاي الشغلة وارجع عندهم لانه يصير معي تفاعلات بجسمي حتى لو انا يعني ببارك كل شي باكله وبشربه وبحطة اكتير حلوة اي شي عم بحضره او انا كنت موجودة عند ناس او مدعوة عندهم بس فيه طبيعة اشياء جسمي ما بيهضمها جسمي بتزعجلي عندي حساسيات عليها بتزعجلي مسارينة كمان اعم ديجنج اكتر واكتر كمان لا افهم ليش عندي حساسيات عليها لانه ما فيه شي كمان بيصير عن عبث بس هاي السنة قررت انه ما بقى رحقول انه ما عليه انه بلاحظت سعادة وفرح اذا شي صغير عم ناخده جسمنا رح يهضم وهي ده انا ام اعرفه بس انا ما كنت عم بكتفي بكاتش صغيرة او بشغلة صغيرة مثلا ما فيه اكل بيزا كنت اسمح لحالي اكل بيزا هاي السنة قلت لا انا وزوجة وبنتي كنا على حالنا عليل تعيد الميلاد وقلنا نحن بدنا نكون عم نحضر الاشياء اللي عن جات فينا ناكل منا وما رح نعمل مساومات ان كانت الاشياء المقبلات ولا الاشياء الميندش ولا الدستار ولا الحلويات كل شي كنا منتبهين ان نكون عن جد بشكل ميندفل وقونشس وواعي ومدرك انه هاي ده القصة المفيدة لصحتنا واللي جسمنا بيقدر يكون عم بيهضمه هاي ده مثلا صغير عكتير اشياء بشو نحن بدنا نكون محاطين بمين نحن بدنا نكون محاطين كل حدا بنقه الجسمنا مش صحتنا مش بس شو مناكل وشو منشرب بصحتنا كل شي شو منسمع وشو منشوف ومع مين منعيشه وبمين نحن محاطين وشو عم نقبل شو في قصة بتوجع او شو في انماط بتوجع بعدنا عم نتمسك فيها عم نخاف نكون عم نتحرر منها انا بهاي ده السنة بديسمبر حطيت ببداية السنة يمكن لاتتبيئة ديسمبر انه خلي يكون شهر ديسمبر شهر بنتذكر وبييسر وبيفرح وبيهدوء بس كمانا كانت شهر في كتير فيه تحديات بالنسبة لقليل لانه كنت عم بتخلى عن نمط عم بكسر نمط كتير كنت متمسكة فيه وكتير عندي شعور بزانة باني اتخلى عنه وكتير تعبني وكتير وجعني وكتير بكاني وكتير من الاشياء اللي خلتني كمان ااخد بريك من الشغل لانه ما فيه كون عم بشتغل انا وهلقدي تعباني طائيا يعني ضليتني عندي ادرة لحد معين وقلت خلص ستوب مش قادرة بقى اكون عم بشتغل وقلت رح اعطي جلسات لكون منصفة تجاه نفسي تجاه عائلتي اني كون موجودة معن بهيدا الشهر لانه بحب اني كون برازنت بهيدا الشهر وكمانا تجاه الاشخاص اللي بعطيون جلسات فمشان هيك حتى تستوب وكنت واضحة مع كل الاشخاص انه انا رح ااخد بريك لانه كنت عم بتقلم ولانه كنت عم ببكي ولانه كنت موجوعة ولانه كنت محلات عم بحس خلصة طاقت ولانه كنت محلات عم بشك بكتير اشياء كانت كمان عم بترجع لي لحظات كتير من الاشياء اللي عشتها من 11 سنة لعترجع تذكرني انه بعد فيه نمط او نمطين انا بتمسك فيهم وخايفة اتخلى عنهم والغضب والاحساس بالذنب بيكون كتير عارم لانه منصير نحنا منخاف عصورتنا منخاف انه انا إذا اتخليت عن هيدا الشي شو رح يقولوا عني او رح ممكن رح يبطلوا يحبوني كفاية او رح ممكن رح يكون حدا الظالم او رح ممكن رح يكون حدا الشرير وانا بطبيعتي من انا ومصغيرة بلعب دور المخلص لجميع العالم بحياتي هالسنة كانت تحدي اللي قالي اني اكسر هيدا الدور واسمح للاشخاص من عائلتي او الاشخاص بحبهم انه هن يبلشوا رحلة الادراك والتشافي والواعي طبعولون انا يمكن دعم بس انا ما فيه يكون ضلني عم بتدخل بكل شلد وورد اللي يكونوا هن مرتحين لانه انا بكون عم باخد الكارمة طبعولون وعم بتدخلهم بالكارمة طبعولون لقدرت اخد هيدا القرار تعبت بهيدا الشهر وبكيت كتير وصلت لمرحلة حتى ما بقى قادرة احكي في حلقات من بودكاست طائد حب سجلتا اخر ديقة وعدتا مرة واثنين وثلاث لانه ما كنت عم بقدر بقى احكي كتحسي بتعب كتير كبير بس دعم زوجة لقلي ودعم المعلم اللي تعلمت معا الريكي ودعم من فريق حكواتي ودعم من ناس يعني اقراب جدا كانوا حسين انا شو عم بحس لو يمكن بس قالولي فينا نكون حديك او بشو فينا نساعدك كان عم بيعطيني القوة من جوا انه فيه يكون عم بتخطى هيدا المرحلة بس انا بس بحاجة اني اقول انه انا هلأ موجوعة وتعبانة وبحاجة لبريك ف عم بشرككم كل هيدا الشي لكن عم ننهي السنة بطريقة عجد نكون صادقين كلنا مع حالنا حتى انا بمرحلة يمكن في ناس كتير كانت عم بتبعط لي رسائل بهيدا الشهر وبهيدا الأسبوع وبالأعياد عم بتقلي شكرا عكتير مراحل وقصص تغيرت بحياتا عم بتقلي شكرا على كتير اشي حلو اختبروها بهالسنة من ورا بودكاست طائط حب او من ورا جلسات عملوها معي على قد ما في كان سعادة بقلبي وامتنان لأ الله بالدرجة الأولى لي خلينا نكون بحياة بعض كل الاشخاص اللي عملوا جلسات او لي تيسرلون يسمعوا طائط حب بنفس الصدق اللي انا بشجعهم يكونوا هني عم بعيشوا حياتهم هلأ عم بشركهم اللحظة كتير صادة انه انا كمان مثلي مثل كتير اشخاص كنت موجوعة بهيدا الشهر وكنت عم ببكي وكنت تعباني وشكات بحالي وخفت اتحرر من شي متمسك فيه بس وقتا نرجع لقلبنا ونرجع لحبنا لذاتنا ونحكي ونطلب مساعدة كل شي بيرجع يكون عم بينحل ونعطي وقت للاشياء مش نخليها تصير بسرعة فبتمنى انه نحنا عم ننهي هيدا السنة ويعترف بالاشياء ويقول وين هو موجوعة أو موجوعة بشجعكم تعملوا هيدا الشي وخدوا كل وقتكم لتتحرروا منه ما فيه ضرورة تستعجل لو ما خلص هيدا الشي قبل الـ 2022 ما تستعجلوا تحطوا ريزوليوشن جديدة للسنة الجديدة ما تستعجلوا تعيشوا مثل ما كل السيستم عم بعيش حوالينا اهم ما شي تحطوا حالكم انت اولوية انتو شبتكن على شبتكن تلتفتو تعيشوها او تختارو تعيشوها ما بقى يكون في عنا التعلق بالاشياء المادية كيف بدنا نحتفل وكيف بدنا نتصور وشو بدنا نلبس وشو بدنا ناكل هولا كلهم حلوين هولا جزء من وجودنا على الارض بس الاهم نشوف نحنا هل نحنا ساعدين بهالمائد اللي عم نحضرها بهالتياب اللي بسينا بهاللحظة اللي عم نحتفل فيها ولا بس عم نعمل هيدا الشي لانه لازم او كرمي للصورة او لنا نتصور او لحدا يصورنا اللحظات الحلوة اوقات هي اللحظات اللي ما بتتصور اوقات كتير من نكون عم نعيش كتير حلو بينسى حدا يصورنا او نحنا ما منصور حالنا او ما منصور ولادنا بس خلينا نتذكر انه من زمان كتير ما كان فيه كاميرايات وتليفونات نصور كل لحظة ونرسخ ونقرشف كل لحظة خلينا نعيشها براسنا وبيجسمنا مثل ما هي بحالها وبجمالها ونحكي عنا ونكتبها يمكن فينا نرجع لها ونقرأها ونتذكرها بتعطينا رونة اكتر واجمل اكتر خليكون التارقة تتبعو لنا بس ان الجديدة نحب حالنا ونحط حالنا اولوية يمكن هيدا احسن شي فينا نكون عم نقدمه لحالنا بتمنى لكم نهاية عام حلوة ومباركة وبرجع بقول اذا ما وشوعين طائط حب كتير كبيرة لالكون مرة كتير كبيرة لكل حدا موجوة شكرا لكل حدا ندعمني بكل هال رحلة التشافي اللي كانت كتير طويلة وبعدها مكفاية شكرا مرة تاني لحكواتي شكرا على هالسنة اللي كتير حلوة من طائط حب ومتنى انه وصيت عقلوب كتير عالم عبلدان كتير على ناس كتير يسمعوها واستفادوا مننا اذا في ناس ما عنيتلون الحلقات او زعجتلون او استفزت شي منن هيدا جزء من الحياة فيه ايشة بتستفزنا فيه ايشة بتوجعنا فيه ايشة بتضيقنا اذا كان فيه اي ازعاج اكيد مش عن قصد فبتمنى يمكن لبعدين تطلعوله بطريقة مختلفة اي حدا زعجته بهالسنة باعتذر منه واعتذراتي اكيد الشخصية انا عملت اي حدا ساعته وكان سعيد بحياته انا ممتنة لهيدا الشي ممتنة للعناية الالهية اللي خلتنا نكون بحياة بعض اخر لحظة من السنة بس عطو حالكن اضيئة شوفوا انتو وين بتكون تكونوا انتو قدي سعيدين انتو قدي حقيقيين وغمضوا عيونكن وعملوا الامنية اللي انتو عن جد بتكونيها من قلبكن لقالكن انتو مش كرميل اي حدا تاني وما تزعلوا اذا تصورتوا ولا ما تصورتوا صوروكن او ما صوروكن عيشوا اللحظة متل ما هي بحقيقيتها وبصدقة ومتل ما هي هاي دي اللحظة هي اللي بتدوم ان شاء الله بتوضعوا السنة بطريقة مباركة وبتستقبلوا السنة بطريقة احلى واحلى وان شاء الله بتكون سنة جديدة كلها سلام وكلها امان وكلها وفرة وكلها خير وكلها صحة وعطول تذكروا نحنا بس نكون مناح ونحنا بس نشتغل على حالنا فينا نكون عم نساعد الكون كله يكون بخير مش دورنا نحنا ننقذ ولا نشفي ولا نعمل السلام بالدني نحنا بلنشتغل على حالنا نكون رحمين ورقوا فين مع حالنا ومع بعضنا على هالكوكب كل عام وانتوا بخير وكل الحب للكم لقونا السنة جديدة بحلقة جديدة